كانت قب قوسين فأمست بين صراعين أرض العراق من جديد تفتح كساحة صراع ما بين غريمين بعثر موقف بغداد الحيادي رغم إطباقه الصمت وسياسة النائب النفس لم تعد تجدي أو تعصم أمام دهم امتداد طوفان الأقصى ما بعد قصف قاعدة عراقية قد تبتدئ الحكاية بفصل جديد عنوانه توسط العراق بين صراع إيراني إسرائيلي كل المعطيات والمؤشرات الحفرة التي وجد فيها أزاع من الصاروق بأن هذا الصاروق قد جاء من خارج العراق بالتالي متهمة إسرائيل وإسرائيل حينما تقوم بهذه الجرائم مرة تعترف ومرة لا تعترف في الشارع تخوفون يرتبط بحذر وترقب لكنها واجس ليست بمستبعدة بل متوقعة ولعل ما اختلف فيها عند عبدالله غياب لاعب وحضور بديل انخرط الإسرائيلي وانسحب الأمريكي في حلبة صراع عراقية المنتصر فيها إما إيراني أو إسرائيلي العراق الآن في لب الصراع الصراع اللي هو متكون من دولتين إسرائيل وإيران إلى سابق قريب كانت النيران في غزة وفي العراق بعض من دخانها بعض دخان تحول إلى نار تتقاطع ألسنتها بين لهيب إطلاق من العراق ولضى احتراق لاستهداف في البلاد من بغداد الفقار الشريفي الغد ترجمة نانسي قنقر